لو انا النهاردة واحد جايلي وحد ينكر انه فيه دعاف نفوس في الجهاز الاداري اعتقد فيه وكم القضايا اللي عمدار سنوات يعني تشهد واحد جايلي وطلب مني حاجة وانا مرضتش ادهاله كده وعايز امشي عادل هل انا اقدر احمل نفسي منه؟ هل انا بجدامل انه يكلمني ده مثلا في مكتب العمل بجدامل انه يكلمني بتاع البيئة بجدامل انه يكلمني بتاع التأمينات بجدامل انه يكلمني بتاع جهاز سان تغذاء مش ده انا من يكلم تاع رقابة على الصدرات والبريدات ايه كم الاجهزة والجهات التي تراكب على المصانع في مصر وعندها من اول قفل منشأة لحط الدبطاء القضايا انها تقبض عن الناس وهي موجودة هو صاحب المصنع ده هيقعد يدور ويشتغل ولا هيقعد انه كل يوم فيه اكتر من 14 يوم ممكن 14 جاة تنزل تبتش عليه طيب انا عارف كويس كدولة انه الجهاز الاداري ده فيه مشكلة كل يوم هيقات جديدة كل يوم عمالين بتزود في ده يا جماعة محدش يجي فيه يجي يقول انه الكلام ده محتاج يتنظم وانه نقدر بدل ما كل واحد النهار ده اصدق انا هقول لحرك على حاجة احنا عندنا هيكل للدولة انا في رأي انه هيكل ديناصوري يعني نتكلم بس بالارقام الموازن العامة الدولة عندنا 323 واحدة ادارية محلية عندنا 11 مدرية خدمات في كل محافظة عندنا 186 واحدة جهاز اداري عندنا 156 هيئة عامة خدمية عندنا 59 هيئة عامة اقتصادية عندنا 18 شركة قبضة منهم 6 تبعين لقطاع الاعمال والباقي متوازعين على باقي الوزرات وانا مش عارف ليه وعندنا 8 بنق حكومية وعندنا هيئة قوام الانتاج الحربي 16 شركة قبضة عام 118 شركة قبضة اعمال ده معناه ان احنا عندنا 1636 جهة داخل الموازن العامة للدولة انا هدي حددتك مثال واضح جدا وزير التعليم العالي تحت 68 جهة 68 ايه؟ جهة طيب هفتقد ان انا وزير جديد وجاي عايز اقعد مع الناس اللي في وزارتي فانا محتاج 68 يوم عشان اعود معاه عشان اعود معاه وعشان الف تاني هدور ده فانا محتاج 3 شهور ده معناه ان انا هيا عود 3 شهور اتعر ما بعملش حاجة لان اشوف بس الناس دي بتعمل ايه وبعد 3 شهور ارجع عليهم ده معناه مش هشتغل ايه فين اصلاح الدولة والدمج والحوكمة ما هو المفروض ده مين اللي يعملو برضو المفروض اللي يعملو ده حكومة طبعا بس حكومة طيب انا من الناس اللي شايف انا من الاول ناس اللي قلت انه مصر محتاجة نائب رئيس وزراء للاستثمار لكن انا بقول ويبقى فيها وزير الاستثمار ويبقى فيها نائب وزير الاقتصاد وتحت المجموعة الاقتصادية لك انا كمان شايف انه يجب ان يكون نترجع وزارة الاصلاح الاداري وزارة التنمية الادارية ويفضل كمان انها تكون تحتها عدد من الهيئات والجهات بضيجة نائب رئيس وزراء عشان احنا بنشوف بقى في الكواليس بتاع تلاجة خطة الموازنة وفي البرلمان انه كتير جدا من المشاكل بتبقى مشاكل جهات مع بعض انه هي يعني مش عايزة تمشي لبعض الامور